ينعطف الإمام عليه السلام بعد ذكر حمد الله وبيان صفاته وتعداد جانب من أنعم الله على هذا الإنسان الداعي وبيان جانب من تلك النعم ينعطف إلى أمرين الأمر الأول التسبيح والأمر الثاني بيان العجز عن الإحاطة بشكر أنعم الله عز وجل متى يستطيع الإنسان أن يحيط بصفات شخص آخر عندما يكون لهذا الإنسان قدرة على فهم ذلك الطرف والإحاطة بحدوده أما إذا كان ذلك الطرف لا حدود لنعمه لا حدود لصفاته لا حدود لأسمائه فكيف يمكن لهذا الإنسان المحدود الضعيف العاجز أن يحيط خبرا وعلما بأنعم الله عز وجل يقول أجل ولو حرست أنا والعادون من عبادك على إحصائي أنعمك سالفها وآنفها ما قدرت أنا ولا هم كيف وأنت القائل في كتابك وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها لا يمكن للبشر لا يمكن للخلق بشرا كانوا أو غير بشر أن يحيطوا بأنعم الله عز وجل وهي المخلوقة فكيف يحيطون بالله عز وجل وهو الخالق لم يستطيعوا أن يحيطوا علما بما هو مخلوق لله عز وجل فكيف يستطيعون أن يحيطوا علما بالخالق لذلك يرفع الإمام عليه السلام راية التسبيح فيقول فسبحانك سبحانك لماذا يأتي بالتسبيح هنا لأنه ينزهه عن أن يحاط به ينزهه عن أن يعرفه خلقه بتمام المعرفة ينزهه عن أن يحيطون به علما ترجمة نانسي قنقر